خطوات غير مسبوقة قامت بها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ والخروج به بشكل مبهر يليق بقامة مصر ومكانتها وأهمية هذا الحدث وهو التنظيم الذي لقي استحسانا كبيرا وإشادات دولية واسعة من جميع المشاركين من الدول والزعماء الأمر الذي عاد بالكثير من المنافع التي خرجت في صورة اتفاقيات ومذكرت تفاهم تمويلية لخدمة قضايا الاستثمار في تغير المناخ موسيقى 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 جهود تنظيمية كبيرة قامت بها الدولة المصرية ليخرج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشكل غير المسبوق من النجاح الأمر الذي لاقى إشادات دولية واسعة الدولة المصرية وجميع أجهزتها وفرت جميع عناصر ومقاومات النجاح للمؤتمر وجندت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجستية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي كانت تتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي جرت على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ حيث شهدت مدينة السلام مشروعات تطوير غير مسبوقة لتطوير البنية الأساسية وفي مجال الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكي صديق البيئة وقدمت مصر نموذجا يحتذا به في تنظيم المؤتمر وهو من عكس على الحضور القوي والمؤثر من كافة قادة العالم والذي كان لافتا للأنظار بحيث صار يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم التنظيم المبهر والمشرف بل وراقيمة ومكانة مصر أمام العالم كله وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء رقائه بالرئيس السيسي لتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر على هذا التنظيم المبهر والرائع الذي يريق بحجم ومكانة مصر كل المسؤولين الأمريكيين الذين أتوا إلى مصر للمشاركة في هذا المؤتمر أيها الشركاء والزعماء يشرفنا أن نشارك في هذه القمة الحيوية شكرا الرئيس السيسي على استضافتنا في هذه اللحظة التاريخية شكرا سيد الرئيس ولعل هذا المؤتمر بتنظيمه الفائق عكس قوة مصر وريادتها وأهمية الدور المتازن الذي تلعبه في محيطها الإقليمي والدولي حيث أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن شكره للرئيس السيسي على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم جيك لافرلي وزير خارجية المملكة المتحدة بدوره شكرا رئيس السيسي على الدعوة للانضمام لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لافتا إلى حسن تنظيم وريادته أما رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر قيله فقد قال إنه يهنئ مصر على ما بذلته من جهود مقدرة في سبيل إنجاح هذا الحدث العالمي